اشتركوا في القناة هل لها ذلك؟ لا حرج ولكني اشير على اخواني واخواتي انه ما ينبغي الاشتغال بهذا الامر اذا كان هناك تعبير الرؤى لا شك كما في حديث جابن السمر كان اذا صلى الصبح قال هل رأى احد منكم رؤيا فكان يقص اصحابه عليهما يرون ويعبر صلى الله عليه وسلم ما يفتح الله تعالى لكن ان يكون هما بمعنى ان كل ما استيقظ انسان ذهب ليبحث انا ارى ان هذا نوع من الاشغال فيما لا فائدة فيه لا سيما وانه كثير من الرؤى المنامات التي راها وقد تسمى رؤى وقد تكون احلام من الشيطان يعني بعضها رؤى وبعضها حقاق حقيقة وبعضها احلام من الشيطان وبعضها حديث نفس فلا تتبع نفسك ذلك واذكر هنا قول الامام مالك اتق الله في اليقظة ولا يضرك ما ترى في المنامات ما يضرك ما ترى في المنامات اتق الله في اليقظة الشأن في اليقظة بعض الناس يفرح بانه رأى ورأى ورأى طيب يا اخي وانت حالك في اليقظة ما هي الله مستحن اتق الله في اليقظة ولا يضرك وهي كما قال الامام مالك ايضا تسر ولا تغر ينبغي لا نغتر بمنار بعض الناس يرأي يقول انها شفت النبي ثم يرى أنه من أفضل الناس إيمانا وهو من أرداهم عملا فينبغي أن يتقل لا يغتر الإنسان بهذا تسأل عن وإذا حدثت أحدا بتسأله فلتلتزم ما أوصل الله تعالى به ولا تخذعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروف فينبغي هذا في كل سؤال حتى في الاتصالات الهاتف بعض الأخوات يتصن وقد يكون صوتها رقيق ينبغي أن تحرص على تجنب الرقة لا في الأداء ولا في اللفظ في الأداء طريقة التكلم وفي اللفظ تسأل في حدود المطلوب